نفت إدارة مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الدمام تكون تسببت في وفاة طفل نتيجة منعها من استقباله في الطوارئ يجي هذا الأمر بعد ما تم تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا رصد انفعال والد طفل توفي غرقا في مسبح أحدى استراحات المنطقة الشرقية ظهر فيه الوالد غير راضي عن إدارة المستشفى تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعية مقطعا مرئي رصد انفعال والد طفل توفي غرقا في إحدى مسابح المنطقة الشرقية ظهر فيه الوالد غير راضي عن إدارة المشفى الجامعي بالخبر برنامج الراصد حصل على مقطع مرئي سجلته كاميرات المراقبة في استقبال طوارئ المشفى يبين حقيقة ما جرى مستشفى الملك خالد الجامعي بالخبر التابع لوزارة التعليم إداريا رد على المقطع المرئي المتداول في بيان قال فيه الطفل غرق بإحدى استراحات الخبر وتمت محاولة إنعاش غير ناجحة من فرقة إنقاذ الدفاع المدني بالموقع ومن ثم تم إعلان حالة الوفاة بمستوصف قريب بعد محاولات إنعاش قلبي رئوي للطفل غير نافعة بعد ذلك وصل جثمان الطفل إلى المشفى الجامعي للقيام بإجراءات وتراخيص للدفن إلا أن ذوي الطفل أحضروه إلى طوارئ المستشفى فأخبرهم موظف الاستقبال بأن أنظمة الجهات المختصة تحتم وجود مذكرة من الشرطة عن حالة الوفاة لاستقبال الجثمان وقال البيان وكون أن الحالة بها شبهة جنائية متمثلة في حالة الغرق تم نصحهم بالذهاب إلى ثلاجة الطب الشرعي بمجمع الدمام الطبي حسب تعليمات جهات الاختصاص بعدها خرج ذوي الطفل من المستشفى ثم عادوا مرة أخرى حاملين الطفل في أيديهم وأدخلوه على أنه حالة إسعافية عاجلة دون المرور بالاستقبال ومن ثم تم تلقي الطفل من الطاقم الطبي دون علمهم أنه متوفى منذ ساعة بعدها أعلن المشفى أن الطفل متوفى قبل وصوله بأكثر من ساعة ونصف تقريبا كما تم توقيع ذوي المتوفى بأنهم كانوا على علم بوفاة الطفل حينها حسين بن مسعد الإخبارية الرياء ينضم لي من المنطقة الشرقية دكتور محي هادي آلوهاس المدير الطبي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر أهلا دكتور حياك الله أخي عبدالله مساء الله بالخير مسيت بن نور القصة اللي رويت في التقرير صحيحة أول شيء أخوي عبدالله تقدم بأحرة تعازي لأهل الفقيد الله يرحمه إن شاء الله وسكم جنة ويلهم أهل الصبر والسلوان وأشكر القناة الحقيقة والبرنامج على حرصها بالظهور بالحقائق على وجهها الصحيح طبعا المقطع المتداول هو جزء الحقيقة من الموقف كامل أو من المشهد أو ما حدث صراحته فلو نظرت في الكاميرات المسجلة من قبل المستشفى الحقيقة اللي حصل بالضبط أن الولد غرق في بركة سباحة حسب إفادة والد الطفل وتقريبا تم معاينته في موقع الحدث وكان بدون أي نبط وبدون أي تنفس ثم نقلوا إلى مستوصف خاص قريب من الاستراحة وعمل الإنعاش الرأوي القلبي كاملا لمدة تقريب ثلاثين دقيقة إيه؟ وتم إعلان وفاته في المستشفى يعني ما هو عندكم؟ لا لا لم يتوفى داخل المستشفى تمت وفاة الطفل الحقيقة منذ البداية بعد الغرق وتم إثبات هذه الوفاة بعد الإنعاش الرأوي في المستوصف الخاص بجانب الاستراحة أو مكان الغرق إيه؟ هذا حسب إفادة والد الطفل ثم الوالد قال للطفل أنه بما أنه الإجراءات قد تأخذ وقت لأن هذا مستشفى خاص نصح أنه يتوجه فيه لتحفظ على جثمانه في مستشفى حكومي بحيث تكون الإجراءات تصريح الدفن وشهادة الوفاة أسهل حتى لو تشوف المقطع الأول يعني حضور الطفل بين مع ذويه ومع والده يعني حتى دخولهم للمستشفى كان يعني على علم وعلى خبر أن الوالد متوفي فبليش المقطع الثاني كان متنرفز بشكل كبير يعني وكانه يعني كان وضعه مرة مختلف عن المقطع الأول صحيح يعني هما في البداية هو ترى الموقف الحدث كان على موقفين الموقف الأول إحضارهم جثمان الطفل للتحفظ عليه وإنهاء الإجراءات الرسمية والورقية وبعد أن أوضح لهم موظف الاستقبال أنه طبعا هذه أخوي عبد الله يعني فيها لوائح واضحة من وزارة الصحة وزارة الأخلية وفيها قضايا جنائية في أي وفاة خارج المستشفى أو يعلن عنها خارج المستشفى فيجب أن تتم ويتحفظ فيها بمعاينة الطب الشرعي وهذه متوجد في ثلاجة مستشفى الدماء المركزي ثم ذهبوا طبعا هما بعد ما وضح لهم النقطة هذه موظف الاستقبال أخذوا الطفل وخرجوا من المستشفى يعني حتى الكاميرات الخارجية لمستشفى يعني استقلوا سيارتهم وخرجوا خارج المستشفى ثم عادوا مرة ثانية الآن الموقف الثاني طبعا دخلوا الآن في موقف ثاني تماما عن الموقف الأول وكأنه الولد يعني حالة إنعاش وحالة طارئة ودخلوا فيها تماما إلى غرفة المعاينة عند الأطباء ولو لاحظت أن الأطباء تم تعامل مع الحالة بكل يعني يعني سرعة وكل استجابة لتقديم الإسعافات الإنعاش الرئوي للطفل فهما موقفين منفصلين أخويا عبد الله طيب إحنا حرصنا دكتور محي أنه تكون موجود معنا وإحنا حرصنا أنه أيضا كاميرات المستشفى استعنى فيها عشان نوصل للحقيقة ونعرف يعني إذا كان المستشفى مقصر كنا بنتكلم معاك وبنسألك أسئلة أيضا غير الأسئلة هذه الآن إحنا بس كنا نبغى نقفل الموضوع هذا من ناحية هل المستشفى لم يستقبل الحالة أول ما وصلتها أو لا هذا كان أهم سؤال عندي وتبيلنا الآن من كلامك وإيضا من كاميرات المستشفى أنه المستشفى أيضا استقبله استقبال جيد بعد ما يعني صار قضاء الله قدره أخوي الدكتور موحي الوهاس المدير الطبي للمستشفى الجامعي شكرا لك يعطيك العافية أتمنى نتواصل إن شاء الله في قضايا تكون أفضل من هذه القضية شكرا لك ينضم لي هنا في الستوديو الدكتور هاني كمال رئيس العاش القلبي الرأوي بجمعية القلب السعودية أهلا دكتور أهلا مرحبا الله يعطيك العافية الله يسلمك نحن نريد أن نتكلم عن القضية هذه من الأبعاد الثانية يعني هل هذا الطفل كان يمكن إنقاذه من قبل أهله في البيت؟ هو في الواقع إذا دائما عندنا نحن عندنا في الطب حدوث الوفاء هو فشل في كذا نظام أو سيستم معين بحيث أنه يسمح لحدوث الأغلاط طبعا في هذه الحالة في حدث مثل هذا الحدث أولا هناك كذا طريقة لإنقاذ النصاب أولا وعي الأهل هذا رقم واحد هل هم عندهم الوعي بالإنعاش القلبي الرئوي وهل لهم دراية فيه هذا واحد هل المكان العام هذا مؤهل أو موجود به أحد يعرف هذا أداء الأنعاش القلبي الرئوي هل وصل الإسعاف في الوقت المناسب لإنعاش هذا الطفل وبعد ذلك ما هي طريقة الإنعاش التي نفذت أو طبقت على الطفل وبعد ذلك نقل المستشفى للإجراءات الأخرى يعني نتكلم أنه كان فيه نقص في الوعي مو عند الأهل عند مجموعة كبيرة جدا من الأهل يطلعون استراحات أو يروحون أماكن فيه نقص كبير جدا في هالجانب إيش ممكن نسوي أنا عندي هالنقص وعند كثير هالنقص ما فيه شك وطبعا هذا هو المشروع اللي نحب نطرحه كمشروع وطني متكامل بحيث أن جمعية القلب السعودية المسؤولة عن الإعاش أو إعطاء شهادات للإنعاش القلب الرئوي للممارسين الصحيين وكذلك للمجتمع ولكن طبعا هذا لا بد أن يكون مشروع وطني ليه؟ لأنه لا بد يكون له تنظيم معين بحيث أن يكون هناك كل تجمع على سبيل المثال به أكثر من 300 شخص لا بد أن يكون هناك من يستطيع عمل إنعاش القلب الرئوي كم عددهم يكون لازم؟ أنا أتوقع ما يكون أكثر في كل 100 كم؟ لا لا هو إذا كان في تجمع أكثر من 300 لا بد أن يكون فيه الشخص أو على مدار الساعة يمكن أن يقوم بهذا النعاش القلب الرئوي وكذلك لا بد أن يكون هناك الأجهزة التي تساعد هذا الشخص لعمل النعاش القلب الرئوي طيب أرجع لموضوع هذا بس من المسؤول عن مقتل هذا الطفل؟ أو وفاته؟ هل نقول صاحب الاستراحة؟ نحمل المسؤولية؟ هل نقول الجهة التي سمحت الاستراحة أنها تفتح ما فيه أدوات ممكن إنقاذ؟ نعم هو في الواقع زي ما ذكرنا أن هناك مسؤولية لجميع الأطراف الأهل لا بد أن يكون عندهم خبرة ودراية عن العاش القلب وهذا المفروض أن حتى المشروع الذي طرحناه مسعف لكل بيت بحيث أن يكون كل أحد أحد في البيت وفعلا هذا نقص شديد عندنا مقارنة بالدول الغربية الوفاء خارج المستشفى نسبة المعيشة منها ضئيلة جداً لا تزيد عن 3 إلى 4% بشكل عام لهو يصل المريض ميت إلى المستشفى كمية الإنعاش القلب الرئوي في ذلك الوقت لا يجدي فلا بد أن تنقل الإنعاش القلب الرئوي إلى مكان الحدث طيب عشان نتكلم في هذا الموضوع خليك معي دكتور معي في الستوديو هنا نور أمين منازل مدير التدريب والتطوير وممرضة قانونية مختصة في الإنعاش أنا ودي أفهم أنه طفل غريق في مسبح كيف ممكن ننقذه كأب أو كأم أو مرافقين معه ممكن تشرحيني نعم يعطيكم العافية شكراً للي أعطاكم لأنها هاي الفرصة لنحكي فيها عن الإنعاش القلب الرئوي وكيفية إنقاذ الطفل الغريق إنقاذ الغريق بشكل عام بالتبع عدة إجراءات منركز فيها على إعطاء أو فتح مجرى التنفس وإعطاء الهواء لأنه أحد المسببات الوفاة الرئيسية هي نقصان الأكسجين فأول خطوة هي إخراج الطفل أو الشخص الغريق من المسبح أو من المكان الذي حصل فيه الغرق إخراجه باستخدام عدة وسائل مثل خشب موجودة إذا كان بكمباوند أو استراحة حبل معين وثم صحبه بعيداً عن المياه والبدأ بالإجراء وهي فتح مجرى التنفس باستخدام تكنيك نسميه إحنا الهتلتشنلفت وهي إسناد الرأس الطفل الغريق ووضعه على ذقن الطفل ومن ثم نسميه mouth to mouth breathe وهي إعطاء النفس من الفم إلى الفم باستخدام إذا كنا كنا حكينا حالة الطفل هذا لو استخدموا الغطرة شيء لأي شيء زي ما نسميها barrier device لحتى نغطي على ونعطي النفس to breathe نجرد نفسين طبعاً أنا راح أستخدم هون بنسميه إحنا هذا بالمستشفيات بالبوكت ماسك وهذا الbarrier device اللي هو mouthpiece فنيجي نحكي إحنا تقريباً بالطريقة اللي بنستخدمها هاي بنعمل ceiling اللي هي تغطية ل الماسك اسناد اليد على الفورهيد أو على الجبين ومن ثم ceiling اللي هي تغطية كاملة ما بين بس هذي مش عندي في الاستراحة ولا عندي في المسبح العادي نعم كيف ممكن أستخدم شيء بالاستراحة أو في المنزل الطريقة اللي بستخدمها بنحكي لها benching اللي هي بغلق الأنف أيوة أوكي وبضع على اليد على الجبين بغلق الأنف وبعمل طريباً بحط المouth على المouth وبعطي brow نفس يعني نسميها الزفير بزفر قوي زفير نعم زفير عادي ليس قوي لأنه نسبة الأكسجين بالزفير العادي 17% والكاربون دايوكسايد 4% 17% كافية لإنقاذ أو إعطاء النيتس الحاجة قدر المستطاع لحتى يقدر يشتغل السيستم أو نظام التنفسي عند الشخص الغريق بشكل عام في حال نستمر بهذه الطريقة ومنركز عليها في حالة الغرق طبعاً منراقب النبض في حال عدم دواجد النبض نلجأ لخطوات إجراءات نسميها الإنعاش القلبي الرئوي اللي هي صار الطفل أو صار الشخص المصاب عندي أو الفكتم نحكي له غير واعي فقد الوعي معناته عدم وجود النبض عدم وجود التنفس ماذا أفعل هذا؟ بالتالي في هذا الإجراء نبدأ بالخطوات بعد أن هنا نقوم بإجراءات نبدأ بالتأكد من النبض مثل هذا الإنفانت منسميه أو الطفل الرضيع من هنا نشيك على النبض ما حسنا نبض مع النفس اللي أعطيناه ما صار في أي نفس إذا نبدأ بإجراء خطوات اللي هي الكمبريشن نحكي لها أو الضغطات الصدرية الضغطات الصدرية التكنيك لطفل رضيع من عمر 45 يوم إلى سنة اللي هي الإنفانسي بيريود نعطي بيستخدم الإصبعين طيب أكبر منه وإشه ممكن استخدام؟ الأكبر منه اللي هي نسميها الفترة الشالدهود اللي هي من ون سنة لفترة سن البلوغ حجم الطفل أكيد رح يتغير فالتكنيك نفس التكنيك اللي حكينا فيه بالطفل الرضيع بالطفل الآخر بالأعمار المختلفة الثانية لكن باستخدم طريقتين الكمبريشن أو الضغطات الصدرية إما باستخدم الوان هاند حتى ورجيكم التكنيك نستخدم الوان هاند هذا النبل لاين بنسميه عربي النبل لاين اللي هو بالصدر المتصف الصدر بنضع يد واحدة طيب ونعمل الضغطات يدي بتكون مستوية ومستقيمة وبعمل الضغطات بهذه الطريقة ممتاز أنا لحالي منقذ لحالي النسبة ما بين أعطي الضغطات الصدرية وأعطاء النفس طيب للمصاب بتكون 30 إلى 2 طيب شكرا أستاذ نور أهلا بسرعة نحن بناخذ منك الموضوع هذا كامل أكيد يعني بمساحة أكبر بعد الحلقة إن شاء الله بيكون للمشاهدين أيضا يعني بنزل في حساب البرنامج وفي حساب القناة أيضا كيف ممكن ننقذ الأطفال شكرا أخطي نورو نيزل يعطيك العافية أهلا بسرعة شكرا لك أهلا بسرعة دكتور أهلا بسرعة فيكم أنا ممكن أسأل عن موضوع أنه إذا كان مشروع وطني مشروع وطني يعني إذا نبقى نختصر الموضوع نروح المدارس نعم هل هذا يعني في الحسبان أنه تشتغلون على هالجانب أنه خلونا نروح المدارس ونريح أنفسنا لا أنه أصلا هم المستهدفين طبعا هو المدارس وصارت قبل كذا السنوات لا لا صارت وفيات في المدارس وفي الجامعة كما تعلم كانت ممكن ممكن تلافيها تلافي بعض منها على الأقل بإجراءات بسيطة بل إنعاش القلبي الرئيوي أنا أفاكر أيام تدريب في كندا نادوني وكنت مناوب في القلب نادوني على طالبة عمره 16 سنة حصل لها سكتة قلبية في المدرسة أنا توقعت أن وصلت إلى الإسعاف أنه أجيها وضعها سيئ جدا جئت لقيتها تتكلم معي المدرس أعطاها إنعاش قلبي رئوي لمدة نصف ساعة أو ثلث ساعة للأحرى لين وصل الإسعاف والإسعاف أعطاها الشوك الكهربائية إذن يعني أنا مش محتاج أن يشير الطفل وديه وهذا الكلام من سنوات طويلة فإحنا هذا الشيء ممكن أنه يحصل لأنه إذا كان حطيت الأنظمة التي تدعم الحمل على جمعيتكم الدكتور هاني نجم رئيس الإنعاش القلبي الرئوي بالجمعية السعودية القلب يعطيك العافية لكن الحمل عليكم فقين أنكم تروحون إلى وزارة التربية وتقلون إلى الهجانب ما في شك وإحنا في هذا الصدد يعطيك العافية أزاك الله الله يكلم شكرا لك أنا مرحب